شامي يا حج بحمود اللي انت كنت شغال عليه وبتقول للربطة الحالية لابد ان هي تعمل واحد اتنين ثلاثة اول ورشة عمل عملتها اول حاجة اطلقوا منها طبعا لازم يجتمع يكون مدير تنفيذي لازم يكون تنفيذي الربطة بسرعة ما هو هيكون اعتقد سروات سوينة ولا انت شايف ان حدس متحدث الرسمي سروات بيه لا سروات بيه ده عدو مجزدارة متحدث الرسمي ده برضو اختيار موفق جدا يعني ما يقومش بالاعمال مش عارف يعني اعتقد ولا انت شايف ان لازم يكون في حد مدير ملف مدير التنفيذي ده عنده موضوع مهم جدا خلينا نتكلم من الحقوق الاساسية لو نتكلمها احنا بكلم عن اللاحة القديمة اللاحة القديمة جديدة حتى نسب معينة مشايلة كل ما هو مختص الاتحاد المصر لقرد القدم حتى مكانه الرابطة وده قوة الرابطة الجديدة يعني انت نبقل مثلا لك 20% 5 لقسمة تانية وقسمة تانية وقسمة تانية بدل ما تقول توزع من اتحاد المصري توزع معرفت ايه رابطة القديمة القسم الأول اصبح الرابطة محلة في الحقوق مكان الاتحاد المصري في الحقوق اللي بتاخدها فاذا اصبح عندها مورد ثابت هيجيلها نسبة من الحقوق تحطها في حساب خاص ده الميزة بتاع رابطة الجديدة ومن غير ده انت حضلك مش هتباع مش هيبع عندك حساب خاص مش هيبع عندك حق التوقية احنا لما كنا في مره الفاتح كابتاني مشكورا دفع منهم 500 ألف جنيه من نصيد الحسب بلايحة المبلغ حتنا في حساب خاص وقاليها توقية مع المدير التنفيذي جديد كان الدكتور مصطفى عزام وده بيساعد جدا ساعدنا فيه ان احنا عملنا المؤتمرات والدعاية وعملنا ورش العمل الخاصة به اعتقد ان الفرصة المواتية يبقى ليه التاريخ هذه الرابطة يحسب لها برئاسة نائب احمد دياب وانا واصل جدا فيه ومعاه كمان صورة بيسولم وكابتاني عامل ان دول حضروا معنا جزء مهم جدا من عودة الجمهية في اللوى الصفية كمان طبعا ناس طبعا ابونا واخونا كبير وكان يعني شاهد معنا في 2010 انا قاسم جدا بعتزر طبعا سات اللوى طبعا كان معنا في الرابطة وكان دول مهم جدا في عودة الجمهين معنا انا قاسم جدا بعتزر يعني انا يعني مع بزان كرطوشتا لكن طبعا هو حاجة مهمة جدا جدا في رياضة المصرية حضر معنا قاعدوا مجلس ادارة وحضر معي فضل رابطة ايضا عن الاتحاد المصر كنت قدم كان صاروات بيس ويلم في اتنين من الرابطة القديمة هو الترشيح بتاع الاتحاد الكرة السابت زي ما هو كان صاروات بيس ويلم كان مدير التنفيذي وليه وصفية في الاتنين جوم برضو نفس الترشيح اللي اترشح فيه اللي اترشحه الكابتن هاني في الدورة اللي فاتح وده كويس رائع خبرة خبرة موجودة مثل اللي حضروا معنا وعشان كده بقول ان الورش يتعمل عودة الجماهير ده ما عندوش هدف تاني اللي ان الحقوق خلصت وزعت خلاني نتكلم وليست فيه مستمرة العقود ممكن سنة كمان وده مدته سنة مقدمناش هدف واحد اللي هو دوري مستقره في اصعب دوري بيمر به الرياضة الكرة المصرية نتيجة الارتباطات بطولة امم كاسعالم في نفس الوقت وتأخير انطلاقه لكن انا عارف ان الكابتن عامل حسين قادر انه يبدأ دوري بحزمه واسراره الرهيب بمرونته كمان معاه صارت بي يعني كنا احنا الثلاثة ومعنا ايهاب ايهاب الهيطة بنقدر كنا بنقعد في لجنة الطوارئ لحل الازمات الموجودة في الدورة لما كان فيه صورات وفيه قرارات وحال اتحاد فالمجموعة دي هتقدر تعمل دوري كويس جدا وتقدر تعمل مسابق كويس جدا عايزة بقى في نفس ساعة تستغل لورش العمل وتعمل الايديهات بتاع دخول الجماهير من دورة القاعدة موجودة كاملة جاهزة احنا كنا اشتغلنا على القاعدة النادي اللي انا عمل قاعدته الانديها كلها عمل قاعدته كان مفروض السيستم كل نادي دخل القاعدة عن تحاد المصر يطلع ايديه ثابت للدوري الممتاز كله ده الواحده مورد يجيب ملايين للانديها وللربطة وده الحل الوحيد اللي يخلي الربطة في ظل انه هو الربطة كلها متوزعها فردي وكل نادي ماضي تعاقد لوحده مش هنقدر نعمل اي حاجة لما التعاقدات دي تخلص يبقى دور الربطة انها ممنوعة تجديد الا بعد انتهاء كل واحد وعقده وهيبقى الحل الوحيد بالتعاقد مع الشركات الرعي للاتحاد انه نعمل ايديه ونبدأ الحلم المعاودة في الجميع التدريجيا دي الملاعب المصرية وجهت نظر حررتك وانا عارف ان انت في فترة من الفترات كنت بتتبنى او من اهم يعني اولويات حررتك انه كنت شايف ان لما عشان سعر الدور يزيد لابد من عودة الجماهير التدريجية في الشك الالية تكون ازاي من الوحيد الالية موجودة البداية موجودة البزرة موجودة القاعدة البيانات موجودة في الانديها كله احنا كنت وصلنا لسبع انديها جمهورية الاتحاد قاعدته كانت فتحت وتسجلت في الاتحاد الاتحاد اسكندري اسماعيلي المصري سموحة الاهلي طبعا عمل قاعدته من الاول وازمالك عمل قاعدته من الاول واسمالي عمل قاعدته من الاول كل ده كان نيت لابد من فقعد البيانات واحدة تخش على الاتحاد ويبدأ المراجع الامنية بتاعتها ويبدأ الحصد ويبدأ استخراج الايديهات ما تبقاش انت وده حد ما حدك ويتتفرج على المورد اللي هيبقى للنادي وللاتحاد الانديها الجماهيرية لما تبقى وجودها وده لا هيميز الانديها الجماهيرية انا في التسويقيا ما انتش قادر تميز من نسبة بسيطة كانت خمسة مئة عشرين لكن تبقى كل جمهور النادي هو اللي هعمل الفارق نهاردة ده عشرين مليون وده خمسين مليون وده خمسة مليون ده ستة مليون وده مئة ألف وده مئة ألف امتك بقى وزدتك ومواردك ازاها تيجي من ايه من الكرنيه بتاعك الكرنيه بقى السنة لكن تبقى لك الكرنيه اصلا بمبلغ تدخل بيه مباركة غير التذاكر انت عوض ورياضي اه كرنيه موسيمي ايوه انت نادي الاهلي عايز تخش مش همحدش في العالم بعد الوقت الامنية وبعد الكورونا وبعد الاحداث بتاع روسيا يقدر يخش اي ستادي من غير ما يكون معك كرنيه حق ادخوله بتتذكر عمل انت بتسجل عن نفسك وبتاخد الابليكيشن بتاعك وبعدين بتقطع التذاكر بقى بالابليكيشن ده الاول الابليكيشن ده كان موجود وجاهز زي اللي كان موجود في امه وكان موجود في امه عملنا بلناس سنتين والقاعدة موجودة عملنا في ثلاث شهور احنا عمله فين بقى دلوقتي عندنا فرصة سهبية ان احنا نشتغل عليه للاندية بسرعة اه حط هدفك انك تبدأ اه الموسم عشان انا قلنا الدور خطورة عودة الجماهير انها لازم تبدأ من اول موسم انك انت انت نقضى خلاقي بتجافؤ روس لو بدأت دور من غير جماهير ما تنفعش نبدأ الدور الثاني بجماهير وإلا انت اخليت بالدوري وبتكافؤ الفرص بين الاندية بلعب نادي الاهل بجماهير ولعب فيه فرق كبير جدا فخلينا ناخد القرار الاول يعني قبل شهر عشرة شهر ونص دول يكون شو همنا ان الجماهير ترجع ولو بنسبه قليلة يبقى رقم واحد ان الجماهير واحنا بندخل الجماهير بقى ان نظبط بال ايه الابليكيشن والدخول والكلام ده جاي تدريجيا لكن فيه قرار القرار ده اعتقد ان هو للربط قادرين الحقيقة ان هم يودي سعر الدور بص حضاك كانوا يقولوا دايما ان لما لما فيه كان فيه ناس يعني ما عندهاش وعيد قول ايه لما بتزاوء لما بتمنع الجماهير المشاهدة التلفزيونية زيد ده مش ده من الصح ده من الصح طبعا ده النظر قاصر ان حضاك فيه ناس ما بتعرفش معايد المتشاط ما بتعرفاش الا من الجمهور طبعا انت بتعايش حالة من الجماهير بتلاقي بتيب ماتش موجود هو بيتفرج على ماتش اوروبي او ماتش كزا اعتقد ان الحقوق دي اولا ما هي بتزود الحقوق التجارية اول حاجة ليه انها طبعا الحقوق التجارية والفانيان المشاهدة غير النظر غير كلام الدفاعية بتزود قوي الاستاذ في الفكر الجديد لتطوير الاستاذات في مصر ما عادش بقى الحمدل احنا رايح في حتة تانية شكستاتي خلاص بقى رفاهية عالية جدا انت بتكلم على انك راح يقتقضي يوم فبالتالي بقت زيها زي استاذات اوروبا بتدخل مشاهد نوعية جديدة خالص النهار ده رايح يقضي يومه بيشتري وبياكل وبيشرب ويتفسح ويقضي مطعمه وكفهات وكمان وعايز يشتري حاجات وعايز بيقضي يومه زي كازعف انت بتخاطب فئة معينة باسعار معينة فرايح بتذاكر باسعار حتة تانية